بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمدك يا رب وأرجو أن أحمدك حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المصطفى من عبادك سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يهدف فيما يهدف إليه أن ينشر سير العظماء العاملين والشخصيات البارزة التي دعت إلى الله تعالى رب العالمين في القديم والحديث واليوم نصيبنا شخصية من العصر الحديث شخصية غريبة وعجيبة وأجزم أنه لم يسمع بها من أبناء جيل اليوم وبناته إلا النزر ليسير فلو سمع بتلك الشخصية واحد بالمئة فقط من أبناء الإسلام وبناته اليوم لكان شيئا عظيما ولا أظن أن واحدا بالمئة ألف سمع عنها هذا الرجل عملاق وعملاق كبير وصاحب عمل ودأب وجد واجتهاد فيا لله كم من شخصيات لا نعرفها وكم من علماء وعظماء لا ندري عنهم شيئا وكم من أناس بذلوا حياتهم وروحهم لهذا الدين العظيم ولا نكاد نسمع بهم لا نكلف أنفسنا أن نقرأ لهم لا نكلف أنفسنا أن نتتبع سيرهم وأن نتعرف على شخصياتهم سبحان الله هذا شيء عجيب لا أدري سببه ولا أعرف عزوف أو سبب عزوف الشاب عنه إن هؤلاء الشخصيات العظام الذين أعطوا وبذلوا وضحوا من حقهم على الأجيال التي تأتي بعدهم أن تقرأ على قل سيرتهم أن تتعظ بها وتعتبر أن تتعرف عليها أيها الأخوة والأخوات اليوم يقولون في فرنسا جان دارك ويقولون نابليون في أمريكا يقولون جورج واشنطن وبنيامين فرانكلين لو تأمننا قلية من هو نابليون من هي جان دارك جان دارك فتاة قالت أنها رأيت في المنام أنها تسوق جيشا وتهزم إنجلترا طيب وحدث هذا ثم ماذا بعد هذا نعم عمل جيد لكن ماذا بعده ماذا أثرت هذه الفتاة في شعبها في قيم شعبها في أخلاق شعبها في روحانية شعبها في دين شعبها لا يكاد يكون لها تأثير في هذه الأبواب نابليون من هو أفاك سفاك فعل أفاعيد بشعوب أوروبا وفعل أفاعيد بالمسلمين وقتل منهم وسفك دماء كثيرة جدا ولم يأتي بخلق كريم ولم يأتي بتعاليم جليلة ولم يأتي بعمل عظيم إنما كان عمل سفك الدماء بدون وجه حق وبظلم لأجل التجبر والجبروت والطغيان فقط لا غير جورج واشنطن من هو؟ بن يمين فرانكلين من هو؟ إنهم ساسة كبار نعم لكن عندما أرى اعتزاز الغرب بساستهم وعندما أرى تمسك الغرب بشخصياتهم أتعجب أقول سبحان الله عظماء الإسلام لا يكاد يوازيهم أحد ولا يكاد يلحق بغبار أخناقهم وسيرهم وشخصياتهم شخصية أخرى في هذه الأرض لكن لماذا نرى الشخصيات الغربية والشرقية يعنى بها ويهتم بها ويحشد لها وتدرس في التاريخ على أنها ذوات لا تمس هذا نابليون لا يستطيع أحد أن ينقضه في فرنسا صار رمز فرنسا ومجدها وغابرها طيب وشخصياتنا العظيمة الدعوية والعلمية والجهادية والإيمانية وهي بمئات الآلاف لا تجد من يظهرها لا تجد من يبينها للناس لا تجد من يجعلها واقعا في دنيا الناس فلله يا لله العجب من هذا الوضع العجيب الذي لا أفهم سببه على التحقيق وأفهم شيئا واحدا أننا مقصرون ومقصرون ومقصرون جدا في نشر عظم هذه الشخصيات في نشر عظمتها في نشر سموها وسموقها إعلامنا إعلام الراقص إعلام تمثليات إعلام أفلام إعلام ضائع في معظمه مئتا قناة عربية ونحن في سنة 1427 سنة 2006 مئتا قناة عربية وتزيد بشكل عجيب أكثرها قنوات له وضياع ولعب وتمس للشخصية الإسلامية وضعف وذل وهوان ورقص في زمن الجد وتخلف في زمن الإقدام وهوان في زمن العز والتمكين ما هذا؟ إنها مؤامرة على عقول الشباب وقلوب الشباب وحياة الشباب إنها مؤامرة تبعدهم عن إسلامهم ودينهم ورموز إسلامهم العظماء وهذه الشخصية سأذكرها لكم اليوم عندما تسمعون اسمها ستقولوا من هذا؟ ومن هو؟ وماذا قدم؟ وماذا عمل؟ وماذا صنع؟ لكنه عمل شيئا عظيما وصنع شيئا جليلا لا يقدر على صنية مجموعة من الناس فإذا علمنا أنه صنعه بمفرده ودار وجاب أكثر المعلوم من أقطار الدنيا آنذاك بمفرده من أجل عمله الذي يريد وهدفي الذي يطمع له زاد إعجابنا به وتعجبنا من شخصه وكل من رأاه قد عجب منه وتعجب من سيرته ومن أحواله إنه الأستاذ الكبير الداعية الرحالة عبد الرشيد إبراهيم أرأيتم؟ ألم أقول لكم أنكم إن سمعتم اسمه قلتم من هذا؟ ومن يكون عبد الرشيد إبراهيم هذا؟ إنه رجل قازاني تركي ولد في تازة أو تارة بسيبريا في سنة ألف وثمانمائة وستة وأربعين ألف وثمانمائة وستة وأربعين تولد هذا الرجل العملاق وتوفي في توكيو في اليابان سنة ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين فهو على هذا قد عاش قرابة مئة سنة مئة سنة عاش في هذه الأرض عاشها وهو متجول سائح عامل عالم طالب علم يكد ويجتهد ويتعب ويسعى في الأرض من أجل تثبيت نور الإسلام في القلوب ونشر ضيائه في الخافقين ما شاء الله لا قوة إلا بالله كم لله من رجال في هذه الأرض عملوا واجتهدوا وبذلوا وأعطوا وضحوا وقدموا كل ما عندهم وكم من رجال لا نعرفهم ولا ندري عنهم وهم جنود لله تعالى وإلا جنود السماوات والأرض والله تعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذا جندي أشبأ بالجندي المجهول لكنه معلوم ولكنه عظيم القدر جليل العمل رحمة الله تعالى عليه عبد الرشيد إبراهيم هو قازاني كما قلت لكم تركي ولد في سيبريا وقومه آنذاك كانوا مضطهدين كان الاستخراب أو كانت دولة مستخربة كبيرة وضمت إليها أجزاء كبيرة من جمهوريات الإسلامية الصغيرة وكان القرم والتتار وهؤلاء جزء كانوا من روسيا القيصرية وكانت لا تسمح لهم بممارس الشعائر دينهم كما يريدون لا تسمح لهم بإصدار الرسائل والجرائد والصحف نسمح لهم بحرية العبادة الحرية التامة يعني كانت روسيا أنذاك صليبية كما تعلمون وصليبية متغلغلة فيها أيما تغلغل روسيا كانت قيصرية صليبية وكانت تطفح بالعصبية الصليبية النصرانية ونشأ عبد الشيد رضاء في هذا الجو وأقبل على كتاب الله تعالى وأقبل على الدراسة العربية فلما بلغ الثانية عشرة من عمره المديد المجيد ارتحل إلى المدينة في ذلك العمر الصغير ابتدأ الرحلات ولم يهدأ بعد ذلك إلى أن مات في اليابان سنة 1944 فرحمة الله تعالى على ذلك العملاق العظيم في أول مارس في سنة 1939 قدم وزير المعارف الياباني مشروعا في البرلمان الياباني اسمه زيزال آراكي هذا المشروع يقضي بأن يكون تكون النصرانية والبوذية دينين رسميين في اليابان وطالب أن يصادق البرلمان عليهم على هذا القانون فارتفع صوت في القاعة صوت موفق قال وأين الإسلام الله أكبر هتعرفون لماذا ارتفع هذا الصوت في البرلمان الياباني لأن عبد الرشيد إبراهيم وفقه الله تعالى لعمل رائع في اليابان وجهد ضخم في اليابان ورحلات استأثرت بها اليابان واستأثرت بجسده الشريف اليابان حيث توفي فيها في 31 أغسطس سنة 1944 في خضم الحرب العالمية الثانية قرم ذلك الصوت وقال وأين الإسلام عقب رحلات متتالية من عبد الرشيد إبراهيم لليابان وعقب جهود ضخمة بذل عبد الرشيد إبراهيم في سبيل إقناع مئات بل آلاف اليابانيين بالإسلام وكان يتمنى أن يموت يوم يموت وقد شاهد مسجدا في اليابان فما مات رحمة الله تعالى عليه إلا وراء مسجدين في اليابان وليس مسجدا واحدا يرتفع فيهما وفي منارتين هتاف الإسلام الخالد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فقام صوت موفق وقال وأين الإسلام وكان هذا الصوت هو نيابة عن صوت عبد الرشيد إبراهيم الذي دوى في جنبات اليابان ومحافل اليابان وبيوت اليابانيين الذين كانوا يتواردون عليه وكان يذهبوا إليهم وكون منهم مساعدين أشداء قياء سافر معه بعضهم إلى الحج حج بيت الله الحرام كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فبتفعت أصوات هنا وهناك فاضطروا وزير المعارف إلى أن يعيد المشروع لمدة ثلاثة أيام لمزيد من الدراسة ثم قرر بعد ذلك أن يضمن دين الإسلام ليكون ديناً مع البوذية والنصرانية واعترف البرلمان الياباني بالإسلام في أوائل مارس سنة 1939 ليصبح الإسلام بعد ذلك ديناً معترفاً به في اليابان يقول عبد الرشيد إبراهيم ما إن اعترف البرلمان الياباني بالإسلام إلا وتقاطر اليابانيون على المركز الإسلامي الذي ينشأوا هذا الرجل المبارك وطلبوا كتباً باللغة العربية وكتباً عن الإسلام هذا المجهود الضخم الجليل سأفصل فيه بعد ذلك لكن هذا المجهود وتلك الرحلات التي ابتدأ برحلة إلى المدينة سأذكرها إن شاء الله تعالى لطلب العن واستغرق رحلاته بعد ذلك زيادة عن ثمانين سنة بعد رحلة المدينة هذا المجهود سجله في مجلدين رحلات متتالية وسماها عالم إسلام عالم إسلام يترجم الآن إن شاء الله تعالى للغة العربية ويقوم على ترجمته الأستاذ الموفق الدكتور صالح السام الرائي مدير مركز إسلامي في اليابان والذي له جهد مشكور في اليابان أيضاً وجل عراقي له جهد مشكور في اليابان وقد قرأت الكتابين ولا تسألوني عن مشاعري وأنا أقرأ هذين الكتابين وكم من دموع لي سقطت رغما عني ما سطعت أن أمسك نفسي عندما قرأت وكان الرجل يكتب بمشاعر دافقة ورغبة عارمة في نصرة الإسلام فلله كم له من جنود في هذه الأرض زار القاهرة والتقى بالدكتور المشهور عبدالرهاب عزام الأديب والشعر الإسلامي الكبير فيقول الأستاذ الدكتور عبد محمد رجب بيومي في كتابه الممتع سير أعلام المسلمين في النهضة الإسلامية الحديثة أو هكذا عنوانه من خمس مجلدات وأنا أنصح جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين ومشاهدات أن يقتنوا هذا الكتاب العظيم سير أعلام النهضة الإسلامية في عصر الحديث كتاب في غاية الروعة والجلال وكتاب مكتوب بلغة أدبية راقية وجليلة يقول كنت في مسجد الدكتور عبدالرهاب عزام أحضر الجمعة فسمعته يتكلم عن دعاة الإسلام وتخصص حديثه ذاك عن عبدالرشيد إبراهيم أعجب به عبدالرهاب عزام أي ما إعجاب ولك أن تعلم إذا أعجب عبدالرهاب عزام برجل كيف يكون منزلة ذلك الرجل فعبدالرهاب عزام رجل عظيم فقال إن اليوم قد نشر في هذا الزمان نشر مجلدان عن عالم إسلام طبعا باللغة التركية ما كانت نشرت بالعربية بعد عالم إسلام قال كان هذا لابد أن تنشر هذان الكتابان ينشران ويوجدان في كل مكتبة إسلامية في العالم قال لأن هذا الرجل العجيب وضع فيه خلاصة أسفاره لأوروبا وآسيا وإفريقيا ببصيرة وقوة عاطفة ودفق مشاعر وكان رجل مخلصا عاملا وثم يقول ويا العجب لم ينتشر هذا الكتاب وإنما انتشر كتاب رحلات ابن بطوطة يقول وأنه ابن بطوطة ورجل رحال ما كان يرحل الهدف المحدد يعني يرحل ليتمتع وليتزوج وليطلع وابن بطوطة ملأ كتابه بالخرافات وملأ كتابه بما سماه الكرامات وما كان فيه هدف محدد وطبعاته تنتشر والناس يقبلون على هذه الخرافات والأساطير التي أورد كثيرا منها في كتابه ثم إن كتاب عبد الرشيد إبراهيم ذي يمثل قمة سامقة والذي هو جبل كبير جدا من المعلومات والمشاعر والأحداث الرائعة الجليلة لا يكاد يلتفت إليه أحد فيقول هذا الأستاذ الدكتور عبد العبد العزام وهو متعجب ومتألم وزاره في بيته في حلوان كان أستاذ عبد العبد العبد العزام بيته في حلوان وزاره عبد الرشيد إبراهيم مرارا في مصر وكانت لرحلات إلى مصر فزاره في بيتي فكان يتحلق حوله الناس ويعجبون مما يقول ويسمعون رحلاته ويتعجبون وكان الأطفال يأتون ليتعجبوا من هذا المنظر رجل تركي هارم بلحية بيضاء كبيرة يتحدث عن الإسلام وعن الرحلات وعن المسلمين في أوروبا وآسيا وإفريقيا رجل متعدد المواهب عامل عالم داعية شرعي نشط رحالة وما كان يشرب الماء قدم لهما ما يشرب الماء في بيت الدكتور عبد العبد العزام إنما اجتزى عنه بالشاي الذي كان يتناوله عوضا عن الماء هذا الرجل العملاق في الحقيقة ذو شخصية متعددة وجليلة وعظيمة وأعظم أعمالي كانت في اليابان على أنه دار في البلاد العربية والإسلامية وبلاد غير الإسلامية كما سأفصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مزيدا من التفصيل واللق الضوء على رحلاته وفي الوقت نفسي كان مجاهدا يعني لما دخل الاستخراب الإيطالي إلى ليبيا في 1911 ذهب جنديا في الجيش العثماني لينصر إخوانه الليبيين ضد الاستخراب الإيطالي أرأيتم؟ شيء عجيب فعلا يعني هذا الرجل كان آنذاك في الخامسة والستين من عمره المبارك لما ذهب إلى ليبيا ليجاهد الإيطاليين وينصر دين الإسلام دين الله تعالى رب العالمين فهذا عمل جبار وقوي لم يكتفي بذلك بل ذهب في أثناء الحرب العالمية الأولى إلى قوقاز القوقاز من أجل نصرة إخوانه هناك ونصرة الجيش العثماني هناك ضد روسيا لكن كان الأمر أعظم منه ومن طاقة ذلك الجيش وأن هزمت الدولة العثمانية لكن هل خاب أمله؟ هل سقط في يده؟ هل ظل في مكانه يراوح كعدد ضعفاء الرجال؟ هل استسلم لتلك الهزيمة ورضي بها وخنع وذل وقنع وقعد كعدة كثير من الناس إذا أصيبوا بإحباط بسبب ما يجري؟ لا معاذ الله في عبد الرشيد إبراهيم لم يكن من هذا الصنف من الناس الضعفاء من الناس الذين هم ساقطوا الهمة ضعفاء الحركة الذين لا يقدمون الإسلام إلا النزر القليل ولا يضحون ولا يبذلون ولا يعطون ما كان كذلك الأستاذ الكبير والرحالة العظيم عبد الرشيد إبراهيم إنما أعطى وواصل المشوار في رحلات المتتاليات إلى قارات ثلاث ليطلع على أحوال المسلمين وليسجل في كتابه أجمل الملاحظات وآراء وتحليلات كان لها قدر بعد ذلك كان نصيب من الوقوع في دنيا الناس هذا هو الرحالة التركي القازاني التتري عبد الرشيد إبراهيم فما أجمل سيرته وما أعظم حياته رحمه الله تعالى إن أعظم صفة لهذا الرجل العجيب هي الهمة العالية والإخلاص المقطع النظير ما يهمه أن يكون في القيادة أو يكون في القاعدة أن يكون جنديا أو أن يكون قائدا هذه المعاني ما يلتفت إليها لذلك والله أعلم بارك الله تعالى في عمله وبارك الله تعالى في جهاده وعلمه ذاك أن كثير من الناس لا يستطيع يريد أن يكون قائدا يريد أن يكون مشهورا يريد أن يكون عاملا يريد أن يكون ظاهرا هذا الرجل كان بعيدا عن ذلك كل البعد كيف أيها الأخوة الكرام يوم أو جزء من يومه في اليابان كان يقوم قبل الفجر في اليابان ليتهجد في المسدها ثم بعد ذلك وهو في الخامسة والتسعين اسمعوا هذه في الخامسة والتسعين من عمره في أواخر حياته قد هرم وتعب يقوم قبل الفجر للتهجد ثم يصلي بالناس إماما صلاة الفجر ثم بعد ذلك يجلس للناس ويدرسهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسهم الإسلام وفرائد الإسلام ثم إذا أشرقت الشمس قام إلى حجرة من حجر المسد ليفعل ماذا أيها الأخوة والأخوات هل ينام ويرتاح بعد ذلك التعب والنصب لا ليستقبله ناشئة صغار من اليابانيين من أطفال اليابانيين يحملون الألواح ليحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى فلا يأنفوا بعد جهاده الطويل وعمله وعلمه ودعوته لا يأنف أن يجلس ليصير معلم صبيان يحفظوا الصبيان قواعد العربية ويحفظهم السور القصار من جزء عامة ويكتبوا لهم في ألواحهم الله أكبر اليوم لما يصير واحد من الدعاء أو من العلماء أو من العاملين أو من نصحين دكتورا أو شيخا كبيرا أو صاحب شهرة تقول لو تعالى درس صبيان صورة عامة أو صور من جزء عامة أو أكتب لهم شيئا أو درسهم شيئا من قواعد اللغة هل يستجيبوا لك هل يقول لك مرحبا آتيك بنفس طيبة الله أكبر فهذا الرجل يجلس بعد شروق الشتنس مع الصبيان الصغار وفي الخامسة والتسعين ليعلمهم القرآن ويحفظهم بعض الصور القصيرة ويدرسهم بعض القواعد العربية الخفيفة الله أكبر هذا يدل على إخلاص أيها الأخوة والأخوات إخلاص لا يهمه أين يكون المهم ماذا يعطي وكيف يبذل وكيف ينصر دين الله تبارك وتعالى هذا لشيء لشيء عجيب في سيرة ذلك الرجل المجيد ودال ناشك على الإخلاص ودال على همة عالية همة لا تعرف التعب يكفيكم أن تعلموا أن أكثر رحلاته كما نقول لهم تسعين بالمئة إلى منشوريا إلى كوريا إلى الصين إلى اليابان إلى الهند إلى الملايو إلى جزيرة العربية إلى دمشق إلى الدولة العثمانية إلى ألمانيا أكثر هذه الرحلات قام بها وحيدا منفردا وحيدا منفردا وعلى أحد الأحيان كان يجد ثمن تذكرة القطار كان يجد ثمن التذكرة بالباخرة ما كان يجد ثمن ذلك يتنقل وحيدا منفردا يتعرض لأخطار ويتعرض لمكائد ويتعرض لمصائب وماذا يكون وحده منفرد يدور في العالم ويتحرك من أجل نصرة هذا الدين لم يسأل قط عن راتبا لم يسأل قط عن راتب ولم يسأل قط عن منصب ولم يسأل قط ولم يدور بخلده يوما أن يفعل ذلك لقاء أجر إنما كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد السفير أحد السفراء في الصين أرسل رسالة إلى دولته يحذر فيها من نشاط عبد الرشيد إبراهيم قال من عبد الرشيد إبراهيم صاحب نشاط وصاحب خطر وصاحب دعوة في الصينيين ونخشى منه فأرسلت الدولة تقول ومن أين هذا الخطر ومن معه وكم معه فكانت الإجابة المخزية أنه ليس معه أحد إنه رجل واحد لكنه صاحب إيمان وعمل يحذر منه يحذر منه السفير في الصين ومن جهدي بين الصينيين ويقول إنه خطر كبير وماحق ويحتاجون إلى تداركه تصوروا تصور الإخلاص كيف يفعلوا بالنفوس كيف يرتقي بها وكيف تعمل هذه النفوس لصالح الدين ولصالح الإسلام الإخلاص هو إكسير الأعمال كما قال أحد السلف الإكسير تعرفون ما هو الإكسير؟ قالوا هو هو سائل إذا صب على المعادن قلب الذهبا كانوا يظنون هذا في الماضي هو سائل يعني كيميائي إذا صب على الحديد والمعادن تنقلب ذهبا فإكسير هذا غالي جدا إذن فالإخلاص هو إكسير الأعمال يقلبها ذهبا خالصا ويقلبها أجرا عظيما ويقلبها حسنات ودرجات في الدار الآخرة هذا هو الإخلاص باختصار أيها الإخوة والأخوات وهذا الذي يصنعه ويفعله في نفوس الناس عبد الرشيد إبراهيم قلت لكم إن ابتدأ رحلاته إلى المدينة وهو في الثانية عشرة من عمره تصور رجل ما هو رجل؟ صبي ينطلق من قازان أو من سيبريا إلى المدينة في الثانية عشرة من عمره وحيدا فريدا ألا يدل ذلك على علوهما ألا يدل ذلك على عظمة النفس ألا يدل ذلك على التجرد وبيع نفسه الله تعالى منذ وقت مبكر جدا بل لا والله ليمكث في المدينة ومكة في الحرمين عشرين عاما يكرع من حياض العربية وينهل من المصادر الشرعية عشرون عاما كاملات قضاها في الحرمين وقضاها وهو محب مقبل ودرس العربية وفهمها ودرس الشرع وفهمها ثم لما عاد إلى بلاده انتخب وكيلا للإفتاء وعين قاضيا أيضا عين قاضيا وانتخب وكيلا للإفتاء فهل هذه المناصب قعدت به هل رضي بها واستغنى بها عن غيرها لا إنما هذه المناصب كانت آلة في يده يتوصل بها إلى مراده وهدفه ابتدأ يدعو قومه من المسلمين في روسيا ويكتب بعض الرسائل وأحست به القيصرية القيصرية التي كانت تخاف من هذا الرجل أن ينشر الإسلام أو أن يعيد بث روح الإسلام من جديد في النفوس فخرج الرجل عبد الرشيد إبراهيم لما أحس بمكايد القيصرية وأنها تتعقبه هرب إلى إسطنبول في تركيا وتحدث إلى الخليفة هناك وبين له أوضاع المسلمين في سيبريا خاصة وفي روسيا عامة وذكره أحوالهم وبين له ما ينبغى أن يساعدهم به لكن كان الوقت متأخرا فالوضع كان في تركيا كان وضع مؤلما وحزينا وكانت المكائد كبيرة جدا ضد الدولة العثمانية فما استطاع أن يصنع شيئا كبيرا ذا بال هناك في تركيا يتعرف على بعض المشايخ والعلماء واتصل بالخليفة واتصل بالكبراء لكن الوضع كان متأخرا جدا وما كانت الدولة العثمانية تملك شيئا أم روسيا وهي قوة كبيرة آنذاك تفوق قوة الدولة العثمانية قدر الله قدر الله أن اليابان يهزم روسيا فانشغلت القيصرية بنفسها تلملم جراحها وتكفكف دموعها وأفسحت مجالا للمسلمين إثر تلك الهزيمة فأرجع عبد الرشيد إبراهيم إلى روسيا وبدأ يكتب الرسائل مثل رسالة ألفت سمها بألفت ورسائل أخرى يكتب الرسائل ويجمع حوله المسلمين الروس من كل مكان ليقرأوا رسائل عبد الرشيد إبراهيم وبدأ يكتب بالعربية يكتب رسالة سمها تلميذ بالعربية ليوصل محنة إخوانه الروس المسلمين إلى أقاص الأرض وأدانيها العربية لكن كان العرب مشغولون بأحوالهم وأوضاعهم وهبوط الاستخراب العالمي عليهم ومشكلاتهم الداخلية فملتفتوا كثيرا لهذه الرسائل وحاول في الحقيقة أن يبعث الإسلام في قومه بثه وفي روحه وفي أرواحهم وعقولهم من جديد من طريق هذه الرسائل هذا الذي كان يملكه وتلك الوسيلة التي كانت آنذاك ممكنة لكنه يعني ارتأى بعد ذلك أن يبدأ مشوارا طويلا يبدأ سلسلة من رحلات الطويلة الكثيرة التي انتهت بموته بعيدا عن وطنه في اليابان غريبا سنة ألف وسمية أربع واربعين في واحد ثلاثين أغسطس وهذا الذي سأبين لكم إن شاء الله إخواني وأخواتي في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته